في منتصف مسيرته التربوية قرر هذا الأستاذ ترك مقاعد الدراسة والتوجه لخدمة الأرض حول أرضا معزولة تتربع على ما يقارب 14 هكتارا تقع بمنطقة دار محل جنوبة الإمسان إلى مزرعة نموذجية تضم خضروات فواكه نباتات عطرية وشتلات مختلفة 21 سنة في التعليم كأستاذ لمادة الرياضيات وكانت عندي رغبة في الفلاحة منذ صغر توجهت إلى الفلاحة منذ الأشجار المثمرة أغلبية الأشجار هي الزيتون وكذلك ألف شجرة ما بين لوزيات والكارز الأستاذ الفلاح وبفضل إراداته وعزمته تمكنت مزرعته من إنتاج فواكه نادرة وهو يصعى إلى تطوير نشاطه وتنوع منتوجاته المكان مخصص للزعتار مخصص للنباتات مهمة طبية والعطرية وهذه النباتات نبحث عليها في الجبل ونبحث عليها لأنها في الإنقراض ونجيبها هنا ونشتلها ومن بعد نعود نغرسها في هذه الفاكهة استوائية يعني نشوفها بما تنبتش هنا في الأرض المذاق التحايو شبيه للبطيخ بحيث تسمى بإجازة البطيخ فكهة استوية الأصل المتاحة أمريكا وهنا في الجزائر قليلة قليلة وقليلة بالبزاق بالبزاق موجودة في برج الكيفان وهنا لنسعابة نطورها والناس يعرفوها المستثمر أبو بكر الأستاذ الفلاح هو نموذج لسواعد الوطن الذين تحدوا العرق لإثبات قدراتهم على النجاح والتمييز يعني لسواعد والمتاحة أمريكا تشترك الأوضب شكرا